اشتركوا في القناة وسباق الخيل عصر اليوم السباق السابع لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكأسي نجني سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة كما حضر السباق سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة وعددا من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وشهد السباق تفوق الجياد المرشحة بتحقيقها الانتصارات بكؤوس السباق والتي تقاسمت عدة استبلات وأبرزها شوط الثامن والرئيسي الذي أقيم على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد لجياد الدرجة الأولى واستطاع الحصان المرشح بايلين لاستبل العاديات وبقيادة بول هانغن تحقيق فوزه الثاني على التوالي وكان الشوط الأول أقيم على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد لخيل البحرين العربية الأصيلة وتمكن الحصان المرشح الثاني كحيلان عافص 1695 لاستبل الوسمية وبقيادة الفارس المتألق إبراهيم نادر من انتزاع الفوز في مشاركته الأولى هذا الموسم وأقيم الشوط الثاني على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لسباق التوازن انتاج محلي لمسافة 1400 متر واستطاع الحصان تحقيق الفوز في مشاركته الثالثة هذا الموسم وأقيم الشوط الثالث على كأس سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد الخليفة لسباق التوازن واستطاعت الفرس مشاوير ملك سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى الخليفة وبقيادة الفارس عبدالله فيصل تحقيق فوزها الأول هذا الموسم وأقيم الشوط الرابع على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لسباق التوازن لمسافة 2000 متر واستطاع الحصان ليفل بيتش لاستبل الملاح تحقيق فوزه الأول هذا الموسم وأقيم الشوط الخامس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للجياد المبتدئات لمسافة 1000 متر مستقيم واستطاع الحصان ميعاد لاستبل المحمدية تحقيق الفوز الأول في مشاركته الأولى في السباقات وأقيم الشوط السادس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد الفئة الثانية نتاج محلي مسافة 1200 متر مستقيم وتمكنت الفرس البطلة أوشنستار لاستبل العفو وبقيادة البرتوسانا تسجيل فوزها الثاني هذا الموسم وأقيم الشوط السابع على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن مستورد مسافة 1800 متر واستطاع الحصان المرشح جريغا ديل لاستبل المحمدية وبقيادة نيل كالان تأكيد جدارته بتحقيق فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم وفي ختام السباق قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتقديم كأس سموه للشوط الثامن إلى سمو الشيخ عيسى بن سلبان بن حمد آل خليفة فيما قام سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الشوط الثالث إلى الفارس الفائز عبدالله فيصل وكأس الشوط الرابع إلى كوميل الملاح وكأس الشوط السادس إلى حسين إبراهيم العفو وكأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة فيما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى الفارس الفائز إبراهيم نادر وكأس الشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اعتزازه وحرصه على ترجمة التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المعظم الداعم الأكبر للفروسية في المملكة بضرورة الاهتمام ودعم مختلف رياضات الفروسية والخيل بما يساهم في المحافظة على مكانتها الأصيلة في تاريخ مملكة البحرين والعمل على تطويرها نحو أفضل المستويات مشيرا سموه إلى حرصه على دعم الجهود والخطوات التطويرية التي تقوم بها الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وذلك للارتقاء برياضة سباق الخيل في المملكة وانعكاساتها الإيجابية على ارتفاع وتطوير مستوى السباقات المحلية وتنظيم السباقات والبطولات الدولية من خلال اهتمام الملاك بجلب جياد ذات مستويات عالية ونخب من الفرسان العالميين والمحترفين مما ساهم في اجتذاب الكثير من الاستبلات العالمية المعروفة للمشاركة في سباقات الخيل الدولية التي تقام على مدمار البحرين وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي ظهر به سباق الخيل الذي أقيم على كؤوس سموه مشهدا سموه بالجهود التنظيمية التي بذلت في سبيل إنجاح هذا السباق وكذلك بالمستويات والمنافسات المثيرة التي شهدتها أشواط السباق والتي عاكست تطور مستوى رياضة سباق الخيل واهتمام وجهود ملاك الخيل والاستعدادات الكبيرة للاستبلات المختلفة وأعرب سموه عن تهنيه لجميع الملاك والمضمبرين والفرسان الفائزين بكؤوس السباق وتمنياتهم للجميع بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر